بس كالعادة في المبارات الكبرى ومبارات البطولات بنتابع مع بعض الفروع المختلفة للنادي الأهلي ونشوف مدى الشعبية ومدى الجماهيرية ومدى اهتمام الأعضاء المتواجدين الآن في الفروع المختلفة لمؤذرة النادي الأهلي عبر الشاشات نروح لزملتنا نرهان تمان في أهلي الجزيرة نتطمن منها على أحوال الأعضاء قبل المبارات فضل يا نرهان يا مساء الخير يا كابتن أيمن برحب بك وبرحب بديوفك الكرام وطبعا برحب بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان وانتظارا للحدث الأكبر في النهارة طبعا نهائي أو بطولة كأس السوبر المصري ما بين طبعا نادي الأهلي ونادي بيراميدز الأجواء هنا احنا هنا طبعا في فرع النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة الأجواء هنا يعني الجو مختلف كتير أو يعني يمكن الأجواء بره في الشارع الأعضاء متواجدين من الصباح الباكر في النادي بدأوا يتوافدوا طبعا من الساعات الأولى من صباح اليوم يمكن الأعمار السنية مختلفة جدا يمكن كمان لاحزنا أنه في حضور قوي جدا جدا للعنصر النسائي هنا من داخل المقر النادي طبعا الجزيرة كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن إحنا دايما بنحب قبل ما نطلع هوا يا كابتن أيمن نتكلم مع الأعضاء عن توقعاتهم وآراءهم وإحنا طول الوقت بنتفاجئ بأنه أعضاء النادي يعني يمكن بتكلموا كورة زي ما المحللين بتكلموا طول الوقت في التلفزيون مش أقل يعني طبعا خبرة منهم خالص كتير قوي كان متوسم خير في كهرباء ولكن لما عرفوا أنه هو مش متواجد أساسي يمكن زعله شوية بس كتير برضو قالوا أنه هو إن شاء الله لو نزل وشارك حتى لو مش بشكل أساسي أكيد هيكون ليه تأثير في المباراة كمان خلينا أقول لكم أنه يمكن كان فيه تفاعل كبير جدا بوجود محمد شريف يمكن قالوا أنه يعني طبعا المهاجم اللي بصمات كبيرة فيه المباراة المباريات المهمة يمكن ديكت معظم الأجواء هنا من داخل فرع النادي الرئيسي بيه الجزيرة لو فيه أي حاجة تانية كابتن أيمن معاك والعودة مرة أخرى لك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة ومن أهل الجزيرة نروح سريعا لزميلتنا روزان نصر من أهل مدينة نصر ونتابع الموقف هناك فضال يا روزان برحب بيك كابتن أيمن وبرحب طبعا بضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وبرحب كمان بكل مشاهدين مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان من داخل طبعا يعني مقر النادي الأهلي فرع مدينة نصر متواجدة معاكم لنقل أجواء ما قبل السوبر المصري ما بين نادي الأهلي طبعا وابيرامد يعني خليني أقول المباراة دي هي العشاق كرة القدم المصرية يعني خليني أقول أن هي مباراة الكل بينتظرها منذ فترة يمكن حتى منتظرينها من قبل اعتذار نادي زميلتنا عن المشاركة فيها خليني أقول أنه النادي هنا موجود فيه الأعضاء من بدري جدا لحجز أكيد مقاعدهم من أمام يعني شاشات العرض الرئيسية الموجودة في كل مكان هنا في الفرع خليني دايما أقول وأشيد وأذكر يعني أنه رجال الأمن موجودين في كل يعني هذه المواقف الصعبة لتأمين طبعا كل الأعضاء وتوفير طبعا ليهم كل سبل الراحة لمشاهدة مباراة اليوم خليني كمان أقول أنه يعني هنا الشباب في كل مكان بيدعموا وبيشجعوا النادي الأهلي الكل هنا متفائل ومتحمس يمكن العدد كامل هنا في الفرع زي ما حضرتك شايف يا كابتن يعني من خلفي من أمام شاشة العد الرئيسية العدد هنا كامل كل العائلات موجودة يعني منتظرين ومترقبين مباراة النهار ده والكل هنا بيدعموا وبيشجع النادي الأهلي طبعا يعني منتظرين يعني نشاهد هذه المباراة ونرجع نحتفل بفوز النادي الأهلي النهار ده كمان مع المشاهدين ومعاك كابتن أيمن العودة لك مرة تانية شكرا جزينا الزميلة العزيزة الرزان نصر ومن أهل مدينة نصر سريعا لأهل الشيخ زايد مع الزميلة مريم سميع تفضل يا مريم برحب بك يا كابتن أيمن وبرحب طبعا بديو فاك الكرام نجوم للسوديو التحليلي طبعا كابتننا الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء مايهوب كابتن أسامة عرابي وكابتن أحمد بلال برحب بكل متابعي ومشاهدي شاش قناة النادي الأهلي في كل مكان طبعا من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد هنقل لك كل الأجواء يعني فيما تبقى أقل من عشر دقيق على انطلاق مباراة السوبر المصري ما بين النادي الأهلي ونادي بيرمز الحقيقة يعني أن النادي الأهلي داخل بمعنويات مرتفعة جدا خاصة بعد تأهله لنصف نهاية أو سيمي فاينل دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه طبعا على الرجاء المغربي وده كان يعني يمكن من أقل من أسبوع ده غير كمان فوزه منذ أقل من شهر على يعني نادي بيرمز أيضا في كاس مصر وحصوله على اللقب وده الحقيقة اللي فارق طبعا فيه معنويات مش بس اللعيبة ومش بس يعني الجهاز الفني الخاص بالنادي الأهلي ولكن أيضا فارق بشكل كبير جدا مع كل جماهير النادي الأهلي وتحديدا يعني يمكن أعضاء النادي الأهلي خلينا نقول أنه كل الناس يعني متوقعا هي تكون مباراة قوية جدا يا كابتن أيمن خاصة ما بين المدرسة السوسرية بقيادة طبعا مستر مارسل كولر للنادي الأهلي والمدرسة البرتغالية طبعا بقيادة باتشيكو لنادي بيرمز يعني كل الناس متوقعا أننا إن شاء الله نفوز وكمان توقعوا يمكن عدد من السكورز كمان يمكن قالوا ممكن النادي الأهلي يفوز بنتيجة 3-0 أيضا 2-1 وأيضا 3-1 إن شاء الله يعني تكون توقعاتهم كلها في محلها وإن شاء الله النادي الأهلي ورجال النادي الأهلي يقدروا أنهم يرفعوا راس كل الأعضاء اللي جات هنا عشان تؤذرهم خليني بقى يعني يمكن أنتقل معاك لكل الأجواء هنا من داخل فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد يا كابتن أيمن الحقيقة أننا متوجدين منذ الساعة الخمسة مساء كان فيه تزايد لحظة بعد لحظة والحقيقة أن دقيقة بعد دقيقة بيزيد هذا التوافد بشكل كبير جدا داخل الفرع هنا بالنادي الأهلي بالشيخ زايد يمكن عدد كبير من العوامل ساعد على توافد الأعضاء يعني بشكل كبير وبعدد كبير يمكن أهمها طبعا تحسن درجات الحرارة عن الأيام الماضية وكمان أهمها أن النهار ده طبعا يوم ويك أند وده اللي خلى يمكن الأعداد فيه تزايد كبير جدا داخل الفرع هنا بالشيخ زايد يمكن بقى عن المجودات المبذولة من قبل القائمين على فرع النادي الأهلي بالشيخ زايد حيث أنهم موفرين عدد كبير من الشاشات بخلاف الشاشة الرئيسية اللي احنا موجودين عندها يوجد أربع شاشات رئيسية في المبنى الاجتماعي ده غير طبعا يعني الشاشات الصغيرة الموجودة في كافة أو مختلف المنافذ الموجودة هنا بفرع النادي الأهلي بالشيخ زايد الحقيقة يعني أن كل المنافذ بتعمل بكامل قوها يمكن تم إلغاء كمان جميع الإجازات بالنسبة لكل العاملين بالنادي الأهلي طبعا في فرع الخدمات أو كمان إدارة الخدمات كل هنا الناس يعني موجود علشان تشاهد هذه المباراة جميع الأعمار السنية متواجدة داخل الفرع سواء يعني كبار السن الأطفال والنساء وكمان الشباب مرتديين التشيرتات خلاص يعني في انتظار انطلاق هذه المباراة الكبيرة والهمة جدا طبعا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي في كل مكان ويمكن كمان يعني كابتن أيمن من أمام الشاشة الرئيسية تم توفير عدد كبير جدا من المقاعد بيصل إلى ألف مقاعد طبعا بالنسبة للجماهير علشان يكون بالنسبة لهم أعضاء النادي الأهلي مشاهدة مريحة وممتعا دي طبعا كانت كل الأجواء والتوقعات يا كابتن أيمن بشكرك طبعا شكر كبير وبشكر طبعا كابتننا الكبار في الستوديو والشكر موصول لكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان شكرا جزيلا للزميلات الأعزاء نورهان ومريم وروزان ويمكن طبعنا كمان على حالة الأعضاء في الثلاث فروع وكعادة النادي الأهلي دائما وأعضاء النادي الأهلي دائما هما دايما زي المشجعين اللي بيروحوا الملعب هما لا يقلوا عنهم أهمية ومتابعين كل البطولات مش كرة القدم بس كل البطولات في اللعبات المختلفة ترجمة نانسي قنقر